النهاردة الرئيس بيواصل هذه السنة بيضع اكليلا من الظهور على قبر الجندي المجهول فيه جندي وضابط مجهول ايضا وفيه ناس راحت ومعروفين وفيه جسامين البعض مكتش معروفة عندي جندي مجهول وعندي النهاردة اكليل من الظهور بيوضع عليه وفتحة بتقرأ على قبر الرئيس السادات الله يرحمه بطل الحرب اللي خد قرار الحرب وبطل السلام اللي خد قرار السلام اللقطة اللي قدامكم جيل بيسلم جيل جيل بيسلم جيل من الرئيس عبد الناصر للرئيس السادات للرئيس مبارك للفترة السوداء ثم الرئيس عبد الفتاح يسيسي الآن بقول انه جيل بيسلم جيل وبيبقى الوطن كل الاشخاص زائلون لا يبقى الا وجه الله وجه الوطن النهاردة الصورة اللي قدامنا دي دي بداية الاحتفالات الرسمية ان الرئيس يضع اكليل من الظهور طيب خلينا اقول هو احنا مقدمها احتفالات يعني احنا في سينة احتفالاتنا بسينة دايما بمجرد ما يأتي التاريخ واليوم بنتطلع نحط اكليل من الظهور وبنعمل ندوة تفتيفية وبنتكلم على انجازات وتضحيات وفقط الاجابة لا احنا خلال عشر سنوات من 2014 وحتى 2024 عشر سنين من العمل الحقيقي انه اكتشفنا انه الحفاظ على امن سينة لن يكون فقط بان يكون الدبابات والطائرات والمدرعات موجودة رغم اهميتها لا اكتشفنا انه التنمية هي الحل التنمية الشاملة هي الحل التنمية الشاملة في سيناء لابد ان اشق طرق وترع وقنوات وكل وسائل التنمية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن اعمل مجتمعات واعمل جذب لمجتمعات جديدة في سيناء هي دي الضمانة الحقيقية انسينا متكونش فاضية زي ما بيقولوا انسينا لستين الف كيلو متر ما تكونش مكان موجود فقط صحراء نقعد نتغنى لها لازم تتحول سيناء الى مكان جازب اللي سسمار جازب للحياة هذه الكلمات البسيطة تكلفتها وصلت تقريبا تريليون جنيه مصري ترجمة نانسي قنقر